أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين أيها الأحباب الكرام إخواني الأعزاء طلابي الأدكياء الشيخ محمد أبو حور الروحاني المغربي صاحب قناة الرائدة في الروحانيات يقدم لكم اليوم مربع وفق مربع أحواجين زبدهين أحواجين زبدهين وهذا المربع مشهور فإذا أردت لكي لا نطيل في المقدمة ندخل للدرس إذا أردت عملا من الأعمال من خيرين أو عمل شر ما عليك إلا أن تأخذ في العمل الخير تأخذ اسم الطالب والمطلوب وفي عمل شر تأخذ اسم المطلوب ولا تأخذ اسم الطالب خذ اسم الطالب المطلوب في عمل خير وأبسطه مع اسم الطالب المطلوب مع الاسم اللائق اللائق بهم إن كان مثلا للود أو للحب أو للبسط أو للرزق أو لللطف أو للجاه أو للتأليف فأخذ الاسم اللائق من أسماء الله عز وجل واسم الجلالة اسم الجلالة معروف وهو اسم الله ودرج الفلك الدرجات دي الفلك اللي هي 360 واسم الحاجة اسم الحاجة التي تريد واجمع الكل الجملة ثم اطرحها سبعا سبعا والفاضل عن السبعة الباقي من السبعة بدأ به من يوم الأحد إن بقي واحد فهو الأحد مثلا بقي لك تلالة حسب الأحد واحد إثنين تبدأ من أين نفذ الحساب من يوم الثلاثة ماذا وإن بقي أربعة فمن يوم الأربعة بقي واحد فمن يوم الأحد إن بقي ستة فمن يوم الجمعة وإن بقي لك سبعة فهو يوم السبت وهكذا ذو إليك فذلك اليوم الذي تعمل فيه ثم أخذ اسم ذلك اليوم وذريه الفلك دياله مثلا الأحد ذريه دياله الشمس الاثنين ذريه القمر ثم الثلاثة المريخ أربعاء عطارد الخميس المشتري الجمعة الظهرة والسبت زوحة خذ ذريه وربه والمنزلة التي هي في ذلك الوقت ثم اطرح الجملة أيضا اثنى عشر اثنى عشر على اثناش وما فضل سيره على البرج فالبرج الذي انتهى إليه هو الطالع اسم عمزي هذا هو العمل الصحيح هو الطالع وساعته ثم إذا عرفت اليوم والساعة خذ اسم ذلك الساعة واسم ذلك الملك الموكل بذلك اليوم مثلا الأحد موكل به رقيائيل الاثنين جبرائيل ثلاثة سمسمائيل خذ الملك الموكل بذلك اليوم واسم الروحاني وما اجتمع لك من الجميع ادخل به في جدوى المربع وعمره بأحواجين زبداهين أحواجين زبداهين هكذا بأحواجين زبداهين وهو أصل الحساب وهو أدراج الفلك فيخرج صحيحة الأقطار والأضلع ودور به آية المطلوبة أو المنسوبة أو الدعاء المخصوص بذلك أو الطلب أو التوكيل وبخره بالبخور لائق بإن كان الخير فرائحة طيبة مثل عود والجاوي المكة وإن كان لشرفة مثل كبريت والتوم وحنضل وقص على ذلك واذكر عدد ما خرج لك في الجملة ورمز البيوت الباقية يعجه حم بكين يعجه حم بكين أما صفة التعمير تعمير هذا المربع هو أن تعمر تمانية بيوت بأحواجين زبداهين هكذا أح و جين زب د هين تابعوا جيد أح الألف لول الألف هلح هي أح و جين و جين زب د هين د ها على كل حرف بيتي والتمانية الباقية خذ الجملة التي عندك ما خرج لك في الجملة ونصفها نصفين يعني قسمها على نصفين على اتنين قسمها على اتنين واطرح من نصف من نصف تمانية طرح من نصف تمانية تمانية ودخل في البيوت الباقية من الجذول ورمزه يعوشه حمو بكين مثاله أردنا إدخال فيه اسم جلالة وعدده ستة وستين ها ستة وستين إذا ضرحناها على اتنان يعطينا تلاتة وثلاتين تابعوا جيد ننقص منها التلاتة والثلاتين تمانية تمانية من تلاتة عدنا خمسة وغشترون خمسة وغشترين هي هذا يا خمسة وغشترين ياجع ياجع حمو بكين خمسة وغشترين ستة وغشترين سبعة وشترين تمانية وغشترين تلاتين واحدة تلاتين تلاتين هذا هو محالية هذا هو المغلاق فإنه قاطع هذه طريقة التركيب طريقة كيفية التعمير وتدور به الآية المطلوبة أو التوكيل المطلوب وتبخره بالبخاء البخور لائق به وتذكر عليه العزيمة عدد ما خرج لك في الضلع مثلا هنا عدنا واحد 28 زيب 7 زيب 30 كتعطينا 68 66 نذكره 6 و 6 مرة هذا مثل للقياس عليه فأحبابي الكرام لنا أعمال كثيرة ودروس كثيرة كثيرة مأخوذة من صدور الحكماء العلماء الشيوخ المغاربة المغاربة حفظهم الله وأكن لهم التوقير والاحترام جميعهم دون استثناء وما حملني على فعل هذه القناة لتعليمكم هو أن بعض المتطفلين من غير الشيوخ من نساء وأولاد تطفلوا على هذا العلم الفريد من نوعه ولكي نصحح لنا عدة عدة دروس وفوائد كثيرة من الصدور انظروا إلى هذا هذا المربع دي الأحواج زبداهي فهو قاضي في العمل قاضي إذا تتبعت الدرس من البداية إلى النهاية فإنك ولاما حالة أعيد وكرر الدرس ومتاحين وجرب دخل أي آية ودير لها الطريقة هذه قسمة على نصفين قسم باقي تمنيد قلبه في هذه هذا يا جو ع هو ح م بكين فإنك ستصل ولا محالة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى